أنتن يا بنات الزراء يقع عليكن مسؤولية أن تعرف العالم أن الثقافة والعلم الحقيقي يحمل مع الإيمان يحمل مع الدين يحمل مع رسالة السماء كما حملتها فاظمة الزراء أمكم العظيمة فاظمة الزراء كانت مثلا أعلى في الإسلام من الجهاد من أجل الإسلام بالصبر على محن الإسلام كانت مع أبيها في كل شدائده في كل محنه كانت تخرج معه في الحروف كانت تواسي جروحه كانت تلملم محنه كانت دائما إلى جلبه كان يستمد منها سلوة في لحظات العسر كان يستمد منها طافة في لحظات صحبة جدا كانت إنواءة مسلمة مجاهدة بكل معنى هذا من جانب آخر من فاظمة الزراء كانت المرأة العالمة كانت المثل الأعلى في العلم والثقافة لا إلا هذه الثقافة التي أرادها المستعمرون لنا لا ثقافة الوجون والسقود لا ثقافة الاحتلاط والتميؤ لا ثقافة التحلل وإنما الثقافة الحقيقية اندلعت فاطمة الزراء انطلقت إلى مسجد أبيها حينما اقتضى منها الواجب أن تخرج إلى مسجد أبيها وخطبت تلك الخطبة العظيمة التي لا يفضل عليها إلا كبار العلماء كانت البلاغة والقصاحة والحكمة ستتفق من كلماتها كما يتتفق السيل من البحر وكم كان عمرها كان عمرها أقل من عشرين سنة لكنها علمت العلماء ولكنها علمت الحكماء ولكنها غربت مثلا أعلى لم تسك إليه حتى الآن الموأة الأوروبية هذه فاطمة الزراء التي استطاعت أن تثبت في تاريخ الإسلام أن العلم يجتمع مع الدين وأن الثقافة الحقيقية توأم مع الإيمان بالله ومع التمسك بالإسلام ومع التمسك بالشجاء ومع التمسك بشعائر الدين أنتنا حملت رسالة فاطبة الزراء أنتنا من سوف يعرف العالم عن طريقه أن العلم يجب أن يكون إلى جانب الإيمان وأنه ليس من العلم بشيء السفور وليس من الثقافة بشيء الاختلاف والتحلل وأن الموأة يمكن أن تصل إلى أعلى مدارج الكمال والتقى والضغي في كل الميادين من دون أن تتنازل عن قيمة من قيمها الإسلامية وعن شيء من تراثها ومن رسالة ربنا ربنا